المرأة الريفية المصرية شأنها شأن كل امرأة مصرية هي تقريبا يعني العماد الرئيسي في كل أسرة ريفية المرأة الريفية هي الأساس المرأة الريفية هي أم عدد كبير جدا من العلماء ومن النوابغ اللي خرجوا من ريف مصر وانطلقوا من مصر إلى العالمية النهاردة هنتكلم عن المرأة الريفية المصرية الجميلة وإزاي إن الدولة قدمت لها الدعم والتقدير طيب ممكن نسأل ليه كل هذا الدعم للمرأة الريفية ليه كل هذا التقدير لأنه بالفعل تقدير لدورها المتميز وإن هي عايزينها تعود مرة تانية وتكون منتجة للأكلات الجميلة وللغذاء الطازة الجميل اللي كلنا تربينا عليه وما زلنا يعني بنستمتع به حتى الآن وطبعا من خلال مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة اللي تعتبر بالفعل الأكبر والأقوى والأعم والأشمل في تاريخ مصر وأصبحت نموذك بيحتزى به من قبل عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية بشكل عام من خلال هذه المبادرة أيضا اهتمت وقدمت كل الدعم للمرأة الريفية المصرية في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة هيبة نور الدين أستاذ التنمية الريفية بجامعة عين شمس أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة وشرفتين ونورتين أهلا وسهلا بحضرتك كل أعزائنا المشاهدين تتمنى إن شاء الله تكون كلامنا إن شاء الله مصمر أكيد كلام مهم بإذن الله دكتورة هيبة يعني بنقول إن المرأة الريفية بتحظى بكل الدعم والتقدير في هذه المرحلة من قبل القيادة السياسية ومن قبل كل مؤسسات الدولة بشكل عام عايزين نلقي الدوق كده بنظرة سريعة على مبادرة حياة كريمة وكيف إن هذه المبادرة بالفعل تم حصر كل احتياجات كل قرية الأكثر احتياجا والأكثر فقرا والقرى بالفعل المتضررة واللي كانت بتفتقر لأبسط يعني أمور الحياة الكريمة زي ما بنقول نلقي الدوق كده على المبادرة بشكل عام وبعدين نتكلم تحديدا على المرأة الريفية هو بس الفكرة إن احنا بنقول إن احنا على مدار عقود كثيرة يعني كان الريف لا يحظى بالاهتمام غالبا اللي بيحظى بالاهتمام الحضر وحتى لو نزلنا محفظات الريفية بيحظى بالاهتمام المراكز الحضرية فطبعا جات المبادرة في سنة بداية 2019 رئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة الريف هو العصب عصب التنمية في مصر يعني وهو الريف هو عصب التنمية في كل دول العالم يعني محدش يقدر يستغنى أبدا عن القطاع الريفي فابتدت تتوجه بقى المبادرة بشكل أساسي للريف ودي كانت سابقة يعني ما كانش بتحصل قبل كده بيبقى مخصصات أقل فالفكرة بقى أن أنا أتجه إلى الريف وكمان مش أتجه للريف بس المراكز أو القرى المتحضرة لا لا أنا هنا بشوف من القاعة القرى الأكثر فقرا فكان ده منطلق المبادرة طبعا هي الفقر مشكلة كبيرة جدا وبتعوخ التنمية وبتعوخ حياة كثيرة فكان المستهدف الأساسي أن أنا أبحث عن القرى الأكثر فقرا داخل المحافظات الريفية فبناء عليها المبادرة اتقسمت لتلاتة سكيل يعني أول سكيل منهم أن القرى بقى لنسب اللي هي بنسميها نسب الفقر فيها عالية جدا كانت نسب الفقر فيها أكثر من 70% فهذه قرى كان يعني غير منظور لها ما فيهاش خدمات فيها نسب فقر عالية طبعا بقى فيه هجرة ريفية حضرية فأنا بقى عندي مشاكل كتير قوي ما بقاش عندي إنتاج زراعي كويس فهنا أرجع بقى للقرى اللي هم الأكثر فقرا في المرحلة الأولى تقريبا كان حوالي 400 قرية تم رصد حوالي 400 قرية حتى داخل القرية بيبتدي هنا يركز على الفئات الأكثر احتياجا يعني أنا هنا السكيل بتاعي كله إن أنا جغرافي الأول أدور على المحافظة الفقيرة داخلها أدور على القرى الأكثر فقرا داخل القرية أدور على الفئات الأكثر احتياجا ومن هنا ببتدى يتعامل بعض الأنشطة الخاصة بالمبادرة أنشطة كبيرة جدا زواج ياتمات توفير مشاريع صغيرة أعمل خدمات صحية أعمل توعية صحية أسمحي لي يا دكتورة هبة وإحنا بنتكلم على احتياجات كل قرية بيكون فيه يعني زي حوار أو تبادل للمعلومات ما بين القائمين أو المسؤولين في مبادرة حياة كريمة وما بين الشخصيات اللي هي موجودة في كل قرية لحصر احتياجات القرية إيه قد تكون القرية فيه احتياج أكتر مثلا لإقامة عدد من المدارس أو لإقامة عدد من الوحدات الصحية أو يعني فهنا برضو هذا الحوار وهذا الاهتمام بالمواطن المصري من خلال احتياجات المواطن بشكل فعلي ده الحقيقة أمر يعني جميل جدا وفي غاية في الأهمية في هذه المبادرة علشان بالفعل المبادرة تحقق أهدافها هي كل أهدافها أنها يتوفر الخدمات لكل مواطن فهنا لما نسأل المواطن نفسه من أهالي القرية نفسها إيه أكتر حاجة محتاجينها فده أعتقد يعني شيء رائع وشيء مهم جدا في هذه المبادرة هو الفكرة بس لو احنا تكلمنا على موضوع التنمية والفكرة التنموي الفكرة التنموي اللي كان معتمد على فكرة أن أنا اللي بحدد احتياجات الفقراء أو بحدد احتياجات الفئات الأكثر احتياجا أنا بحدد من وجهة نظرنا فهنا ما كانش في فكرة تنموي مستدام أنا بعمل خدمات والناس ممكن ما تبقاش محتاجة لخدمات دي فهيبقاش فيه استدامة فأهم حاجة بها دلوقتي أننا عندنا عنصر للإستدامة وعنصر للإستدامة يجي منين؟ أن الشخص نفسه صاحب الاحتياج هو اللي يعبر عنه فطبيعي هو هيبقى أكثر حرصا عليه فأنا مجرد مخرج من القرية دي أنا مش محتاجة أن أكمل فيها لأنا أديت هنا عنصر استدامة فالناس نفسهم بيبقوا أكثر حرصا على المشاريع اللي بتقاوم أكثر حرصا على الخدمات اللي أقدم لهم لأن الخدمات دي بالفعل هم أكثر احتياجا لها صحيح طبعا ده كان منظور كويس جدا وغير كده كمان في الاستدامة برضو كان فيه عنصر مهم جدا في المبادرة أن هو بيعتمد على الجهات الداخلية داخل القرية يعني مش بجيب تمويل خارجي لأنا كل الجامعات الأهلية أو كل القطاعات داخل القرية نفسها اللي بتفيدني فيها بستغلها فهنا أنا خرجت من القرية فالجهة دي بقت كاية قائمة بذاتها فهنا فوفرت عنصر الافتدامة ما بقاش طول الوقت زي زمان أن أنا عملت دي أدي أدي وفي الأخر ما فيش مقابل لأدنا هنا بابني أساس كويس جدا مجرد مخرج من القرية القرية خلاص جهتها كلها عندها فكر كويس عندهم فكرة الاستدامة فخلاص أنا ضمنت القرية دي أتفضل ماشي على المصار الصحي بحط القرية على المصار الصحي وتأكيدا على كلام حضرتك يا دكتورة أن كل قرية بيقام فيها مثلا المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو المتنهية في الصغر تبقى للخامات أو المحاصيل الزراعية المتوفرة في كل قرية يعني عندنا في مصر بيئات كتيرة بيئات مختلفة عندنا أراضي زراعية كتيرة كل منطقة بتبقى مشهورة مثلا نهاية بتنتج محصول معين أو في خامة زراعية معينة فإقامة المشروع مرتبط بالخامة دي فبيبقى عندنا منتجات صناعية على أعلى درجة من الجودة فهنا يستمر هذا المشروع زي محرك أشارتي وده من أهداف التنمية المستدامة فعلا دي نقطة مهمة طبعا الحمد لله تم إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة المرحلة الثانية تسادف حوالي ألف قرية طبعا نحن بنشكر رئيس الجمهورية أنه كان توجه للريف ده كان غير موجود زمان طبعا أنا بشكر كل القائمين على المبادرة يعني فيه دكتور ولاء جاد الكريم هو مديل إدارة مركزية للمبادرة يعني الحمد لله المبادرة من ساعة ما بدأت فيها تطوير مستمر يعني أنا مثلا عرفته مؤخرا أنت ده يتعامل مشاريع لتبطين القرى لتبطين الطرع والمصارف عشان أحافظ على المورد المائي لأن أنا عندي مشكلة أمن مائي عرفته مؤخرا أنت ده يتعامل إنشاء مراكز خدمات زراعية داخل القرية الجامعات التعاونية إرشاد زراعي مراكز تجميع ألبان عشان هنا أضمن أنا الفكرة كلها في المبادرة فيها برضو نقطة كويسة جدا أن أنا هنا بحتفظ بالطبيع الريفي مش مجرد بس أخلي القرية متحضرة كشكله كما باني لأ ده أنا هنا تحافظ على الغالب الغالب اللي هو الزراعة مهنة الزراعة الأساس لازم أطورها عشان هنا بصراحة كان بقالنا عقود طويلة بنعاني من فكرة أن ما فيش اهتمام ففي نزوح من القرى للمدن طبعا ده عمل عشوائيات وعمل حيات كتيرة جدا عمل تناقص في الأرض الزراعية عمل تبوير أراضي زراعية عمل نقص إنتاج زراعي طبعا ده كان مشكلة فأنا هنا عايز أربط الشخص في نفس مكانه فأوصل له خدمات كويسة أخليه حس أنه ما فيش فرق بينه وما بين المدينة بس في نفس الوقت يحتفظ بالطابع الريف الأصيل لا يتخلش عن مهنة الزراع فعشان كده كان فيه خدمات بقى موجهة لمهنة الزراع بالأساس صحيح دي نقطة مهمة حضرتك أشارتي إليها وهي بالفعل من الرؤى المستقبلية أو من الأبعاد أيضا لمبادرة حياة كريمة أن نحن نخلي القرى المصرية هي قرى جاذبة وليس قرى طاردة لسكانها أو لشبابها وده برضو هيؤدي إلى تخفيف العبق على المدن مش هيبقى فيه عشوائيات زي ما حضرتك أشارتي مش هيبقى فيه ازدحام ولا تكدس ولا كسفات مرورية لا بالعكس هنخفف العبق بالعكس ممكن المقيم في المدينة يبقى عنده تشجيع أنه يرجع في قرية من خلال إقامته لمشروع مثلا من خلال متابعته لهذا المشروع كمان فيه نقطة برضو مهمة عايزين ننتقل إليها يا دكتورة وهي إقامة المدارس دي بتعالج أيضا الكثير من المشاكل وممكن نقول الكثير من العادات الخطأ اللي كانت منتشرة في الأسرة الريفية وهي عدم تعليم البنات أو عدم تعليم الفتيات عشان المدرسة بعيدة فمنخاف على بناتنا هنا لا كل القرية هيكون فيها مدرسة فهنا تعليم البنت ده بقى شيء أساسي وملزم وما فيش حجة بقى لأي أسرة يعني ده برضو هيخلينا نقول مش هيبقى عندنا أمية هيبقى عندنا فتيات متعلمات هيبقى عندنا أمهات في المستقبل يقيموا أسر سوية أسر متعلمة فشو في حركة الأبعاد الدقيلة لو تكلمنا عنها ساعات وساعات يعني إيه رأي حركة برضو في مثل هذه الرؤية أنا عايز أقول حريكة على حاجة هو التعليم هو الأداة الوحيدة اللي قدر أخر أقصر بها دائرة الفقر لأن فيه دراسات كتير جدا أثبتت أن كل سنوات تعليمية بتضف أكتر للإنسان كل ما بيبدع أكتر وكل ما بيبقى أكتر إنتاجا يعني مثلا لو الشباب الريفي متعلم أكيد هيبقى عنده منظور أكبر أن هو يطور قطاع الزراعة وفيه مبادرات صغيرة كده ببعض الجماعيات الأهلية أن فيه بعض الشباب الريفي بعد ما تعلم تدى يتجي أن هو يعمل محاصيل تصديرية فهينا بيبقى عارف أكتر الممارسات الزراعية الجيدة بيعمل محصول إنتاج عالي زوجة جودة عالية ده كله نتيجة أثر التعليم فهي الفكرة كلها أنه كان بقالنا فترة دايما الفقر دايرة مغلقة يعني لو ما فيش تعليم في عدد أولاد كتير في زواج مبكر بفضل ألفك بنفس الدايرة المغلقة اسمحيني حضرتك قلنا دايما نقول مسلس الفقر والجهل والمرض هذا المسلس اللي هو فعلا زي محرق أشارتي نفس المعنى يعني هو دايرة مغلقة فبنحاول نحطم ونكسر هذه الدايرة هو التعليم الأداء الوحيدة اللي بتكسر الدايرة دي لو حد تتعلم في الأسرة بيفرق كتير جدا صحيح بيبقى أكثر قدرة على الإنتاج والإبداع والابتكار وطبعا ده المكتوب دلوقتي أكيد ومن التعليم والوعي والإبداع والابتكار زي محرق أشارتي لازم برضو نلقي الضوء على المشكلة الأساسية اللي بتواجهنا وهي الزيادة السكانية أعتقد لما يكون فيه اهتمام بالتوعية ويكون فيه تعليم أعتقد ده هيساعدنا أن احنا نواجه هذا التحدي الأصعب في بلدنا وهي الزيادة السكانية هو الفكرة كمان أن الرسالة المباشرة لتنظيم الأسرة أو تحديد النسل أو أننا يبقى فيها الأسرة اللي يبقى عندها أعداد أطفال أقل عشان يبقى فيها تمام أكثر الرسالة الغير مباشرة بقى أن أنا أعلمهم كويس صحيح فمجرد ما المرأة تعلمت يبقى معنا كده أن هي هتتجاوز في سن متأخر شوية فمعنا كده الفترة الإنجابية بتاعتها هتقل هي كمان رغبتها أن هي تطور ذاتها رغبتها أن أطفال يبقى عندهم متعلمين ويبقى عندهم اتمام ورعاية أكتر دي هيبقى يزاد الوعي عشان كده دايما هي المرأة نصف المجتمع مسؤولة عن نصف الآخر صحيح فهي المرأة لو اهتمت بيها صحة وتعليم ودخل المرأة بتفرق كتير جدا في الأسرة المرأة طبعا بتحييزها شوية معلش بس هو دايما ده كلام أكيد يا دكتورة مش كلام تحييز ده هو كلام يعني مؤكد بالفعل في مجتمعنا ومن خلال دراسات وأبحاث ومتابعات المرأة المصرية هي الأساس في إقامة المجتمع المصري لا هي المرأة بالزاد كمان لو أنا علمتها ده بينعكس على أولادها المرأة المصرية لو دخلها زاد بتهتم أكتر برعاية أولادها بتغذيتهم الصحيحة ففعلا كل مجهود بيبذل تجاه المرأة بينعكس بشكل كبير جدا على أسرتها طبعا نحن نمكنش دور الرجل بس نحن نقول المرأة هي عماد الأسرة هي المسؤولة عنها والمرأة الرفية مسؤولة عن الأمن الغذائي هي اللي وقفها مع الرجل يعني كتف بكتف زي ما بنقول هي المحفزة هي الداعمة فالمرأة دي لو أنا اهتمت بيها وسلحتها علميا تمت برعايةها الصحية أنا عايزة أقول كمان إن في قوافل صحية بتهتم بالمرأة وصحتها وإزاي أن هيبقى عندها وعي ده مهم جدا بالزبط فأنا هنا خدت أساس الأسرة وعماده وزبطه يعني أو هيئته كويس جدا فخلاص هو كده أنا بضمن الأسرة على التراك الصحيح ده بالتأكيد ويمكن عندنا مقولة بتقول وراء كل عظيم امرأة يعني ده زي ما حضرتك بتقولي لما المرأة المصرية هنديها كل هذا الدعم والتقدير الدعم الصحي والدعم العلمي والدعم الاقتصادي ده هينعاكس على زوجها إنه زوجها هيبقى شوية مثلا متفرغ لعمله هيقدر يتفوق في عمله يعني ويكون زي ما بنقول من العظماء يعني طيب عايزين رسالة من حضرتك بقى يا دكتورة هيبة يعني احنا تكلمنا عن دور الدولة ودور المؤسسات الحكومية والحقيقة دعم وتقدير القيادة السياسية للمرأة الريفية المصرية دور المرأة ايه بقى يعني عايزين بردو نقول رسالة للمرأة انت شايفة كل هذا المجهود اللي بيتعمل وشايفة كل هذا التقدير دورك انت في هذه المرحلة ان انت تستثمري بقى هذا الدعم ولا تتكسلي مثلا اللي عندها بنتها ما تعلمتش أو تأخرت في التعليم بسرعة تبحث عن أي مجال وتبدأ تعلم بنتها وهي كمان تتعلم هي كمان تحاول تلتحق بأي مشروع صغير يعني لازم المرأة يكون فيه تجاوب من المرأة المصرية يعني خلال كل هذا الدعم اللي بيقدم لها يعني هو الرسالة المواجهة للمرأة ان هي تهتم برعايتها تهتم بصحتها تهتم بتعليمها تهتم ان هي تبحث عن مصدر للدخل المساعد بحيث ان ده كله ينعكس على أسرتها يعني هي لو تمت بتعليم بناتها يعني عايزين دايما نتخلص من مورسات التقليدية بالضبط ان الجواز والبنت هو طبعا الجواز مرحلة أساسية وضرورية بس البنت كلما كانت متعلمة ومثقفة هي هتفيد جزء و هتفيد أسرتها صحيح فلازم اهتم بالجانب التعليمي يعني عايزة بقى نقلل شوية من العداد التقليدية المتورثة ان هي البنت و سطرة البنت هي البنت هتبقى اه فيه سطرة البنت بعد الجواز بس هي لو متعلمة ومثقفة هتبقى عارفة حقوقها كويس هتبقى عارفة واجباتها كويس هتطلع أسرة كويسة أسرة منتجة أسرة متعاونة اسمحي لي برضو نتوقف في النقطة دي من خلال برضو تعليم البنت ووعيها هتقدر تختار شريك الحياة المناسب لها اللي هتقيم فيه المستقبل أسرة سعيدة أسرة سوية برضو مش هيخلينا نتكلم على الطلاق وعلى النسب الطلاق اللي زادت واللي بتؤدي إلى انحرافات وبتؤدي إلى ضحايا للأسف من أطفالنا من حبيبنا الصغيرين اللي بنقول دايما عليهم هما ضحايا يعني التفكك الأسري والطلاق يعني فشوفي حضرتك أبعاد كثيرة جدا كثير جدا وغير كده كمان المرأة نفسها لو متعلمة هتتجي إن هي يبقى عندها فكرة تنظيم الأسرة من غير ما أنا أعمل حملات توعية أو أي حاجة هي يبقى عندها نفس الفكر إن هي يبقى عندها حيات كتير قوي مش مجرب بس أولاد وأطفال وخلاص كمان هتتبقى عندها فكرة إن الأطفال دهما محتاجين رعاية محتاجين تعليم فهي هتبقى هي أكثر قدرة اللي هي تبقى وعية بمشكلتها مش أنا بقى اللي أبتدي أواعي أو أقول إيه اللي مطلوب سمحي لي يا دكتورة هيبة وإحنا بنتكلم عن دور المرأة وطبعا يعني اتكلمنا إن لها دور كبير وفيه تمكين اقتصادي وكل الدعم والتقدير للمرأة ولكن أهم دور من أدوار المرأة هو المطبخ الحقيقة يعني وهو تقديم أكلات واجبات جميلة لكل أفراد أسرتها نشوف الشيف كده أخبارك إيه يا شيف إيه وسلنا لغاية فين عملنا البودنج الله خطيئة وبنعمل طبق الصلطة وبعدين هنعمل طوجن السجوء والمكارونا بالويت سوس وخلصنا طبق الصلطة الجميل بتاعنا والبودنج كويس قوي قوي تسلم إيدك مقدما وإحنا بنقول يعني المرأة لها كل التقدير والإحترام نعمل توازن في كل أدوارها يعني دورها كزوجة عشان تساند زوجها دورها كمان في الحياة الوظيفية تحاول أن هي تكون تتولى يعني في المناصب القيادية وأتيحت لها الفرص دلوقتي في جميع المجالات دورها كمان في المطبخ عشان تقدم لأولادها الوجبات الغذائية السليمة والصحية عموما هنتابع معاك يا شيف لغاية كده ما نشوف الوجبة أو الأكلة في النهاية يعني نرجع تاني معاك يا دكتورة هيبة وزي ما بنقول المرأة لها أدوار كثيرة ومتعددة برضو شايف حضرتك إزاي في هذه المرحلة لو تكلمنا عن المرأة يعني اللي ممكن تتقلد منصب قيادي اللي ممكن تتقلد مسئولية معينة أيضا المرأة نجحت في المناصب القيادية ودخلت دلوقتي الكثير وأتيحت لها أنها تدخل الكثير من المجالات لا هو طبعا يعني هو الفكرة نحن نشكر القيادة السياسية أنها تهتم بالمرأة يعني لينا نسبة تمثيل في البرلمان لينا نسبة تمثيل في الوظافة القيادية حتى في قوانين العمل فيه قوانين بتراعي الأجهزات الخاصة بالمرأة بالإنجاب برعاية الطفل فهنا يعني دايما بتطيح لينا فكرة التوازن أننا أبقى نحف شغلي وأبقى زوجة كويسة أبقى مربية فاضلة للأولاد وفي نفس الوقت بقى فيه توازن ما بين الأدوار طبعا ده بيجي إمتى لما أنا يتوتيح لي الفرصة يتوتيح لي فرصة عمل مناسبة يتوتيح لي قانون عمل يرايح احتياجات المرأة يتوتيح لي فرص تعليمية يتوتيح لي أن أنا عندي فرصة أن ألتحق بالتعليم يتوتيح لي حتى لو الأهل ما عندهمش الرقبة أن فيه قوانين بيبقى فيه قوانين الزام بالتعليم الأساسي فهوينها مجبر يعني يخلي الفتاة على التراك الصحيح فيه غير كده كمان القوانين اللي بتسن بتمنع الزواج المبكر للفتايات بتمنع ختان الإناس فهنا دي كلها عامل مساعدة تخلي المرأة تقيم يعني تقيم دورها بشكل أمسل صحيح فمدام فيه مساعدة من الجهات المحيطة بيها أكيد طبعا المرأة تقوم بدورها على أكمل وجه صحيح صحيح وكل هذا التقدير وكل هذه المساعدة من الحكومة المصرية بشكل عامل المرأة المصرية ده بيدي حافز كمان للفتاة سواء الفتاة الريفية بقى أو الفتاة في المدينة بيديها حافز وبيديها حماس أن هي لازم تبدأ مشوارها مع التعليم أن هي في التعليم تحصل على أعلى الشهادات عشان هي ممكن أن هي تتولى منصب من المناصب القيادية زي ما هي شايفة دلوقتي مثلا في الوزيرات أو لو بدأنا مثلا بيعني نائب محافظة أو نائب وزير إلى أن تصل إلى المناصب العليا فده الحقيقة حافز ودعم وبيدينا يعني حماس إن شاء الله كده نشوف المرأة والفتاة المصرية في أعلى الأماكن مشاهدينا الكرام بنرجع مرة تانية ودكتورة هبة يعني بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل وهذا الكلام المهم اسمح لنا نختم لقاءنا مع حضرتك كده في دقيقة برسالة حضرتك توجيهيها لكل امرأة ريفية مصرية أو كل امرأة مصرية بشكل عام الرسالة بوجيها للمرأة بشكل عام يعني إن هي تهتم تستثمر في نفسها تستثمر في ولدها لأن ده الأساس تهتم بتغذيتهم وبصحتهم تهتم بتعليمهم لأن لو هي أنشأت جيل صحيح ده إن شاء الله هيقيم مجتمع سليم وسوي في المستقبل نشكر حضرتك يا دكتورة هيبة شرفتنا ونورتنا وإن شاء الله يقول لنا لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لحضرتك